عودة أخرى إلى الرياض بعد ثمان سنوات من الجولة الأولى بعد تأجيلات عديدة تم التوقيع النهائي على ما أسمي باتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا يؤسس الاتفاق بحسب مراقبين لمرحلة جديدة إذا ما نجح في تسوية الخلافات وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن خصوصا أنه يتضمن تشكيل حكومة كفاءات بالمناصفة وعودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون سبعة أيام وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت السلطة وزارتي الداخلية والدفاع منذ أربع سنوات خلت منعت الإمارات وأدواتها في عدن الرئيس هادي وحكومته من مزاولة مهامهم من العاصمة المؤقتة وبقيت عدن خلالها بؤرة للعنف والاغتيالات التي تشير الكثير من الدلائل إلى تورط أبو ظبي وجماعتها في تنفيذ معظم تلك العمليات التي استهدفت عددا من قيادات المقاومة الشعبية والسياسيين والشخصيات الاجتماعية تشير النسخة المنشورة من الاتفاق إلى تضمنه ملحقا سياسيا واقتصاديا يتعلق بتشكيل الحكومة والسلطة المحلية في المحافظات الجنوبية وملحقا عسكريا يتضمن آليات دمج الوحدات العسكرية فيما يتضمن الملحق الثالث الترتيبات الأمنية الاتفاق الذي وقعه من جانب الشرعية نائم رئيس الوزراء سالم الخنبشي والقيادي في المجلس الانتقالي ناصر الخبجي يراه مراقبون مجرد اتفاق فني يكاد يبدو منفصلا تماما عن كل الشعارات التي رفعت خلال الفترة الماضية ولا يحقق مكسبا لأي من الأطراف التي تقاتلت فيما بينها بقدر ما يضع كل شيء بيد السعودية وهكذا تبدو الرياض هي الرابح دوما من كل ما يحدث في الساحة اليمنية